ولا في الامارات ولا في البحرين واعتقد دول عربية اخرى في الطريق اخرى غير اليمن وغير ليبيا اعتقد ان هناك دول عربية اخرى ستقوم بقطع علاقات خلال الساعات القادمة دول عربية اخرى منتظرين هذه القرارات من جانب هذه الدول وبالتالي محاصرة قطر وبالتالي ايضا اتوقع تجميد عضوية هذه الدولة في الجامعة العربية وايضا اتخاذ اجراءات تتعلق بالغاء كافة المسابقات الرياضية التي تشارك فيها قطر مع دول مجلس التعاوني الخليجي ايضا ومن هنا باطلب لان جميع المعلقين والمحللين الرياضيين من السعودية ومن الامارات استقالوا من قناة بي انس بورت القطرية كل المحللين الرياضيين السعودين والاماراتين استقالوا وراجعين خلاص طيب اخبار المصريين ايه اخبار الكابتن هيسن فاروق ايه ارجوه انه يرجع والكابتن ابو تريكا يروح بقى حتة تانية يروح يقعد في لبنان ولا يروح يقعد في المالديف يعني يسيب قطر ابو تريكا النهاردة لازم يحط قرار ابو تريكا ما يورينا بقى يا هو بيدعم الارهاب يا هو مع بلده لو كان هو بيحب بقى بلده وبيتكلمنا بقى عن المصرية والعروة وحاجات دي قطر النهاردة بنسبالك انت النهاردة على المحك انا بقول لابو تريكا هو اليوم انت على المحك موقفك صعب جدا خد قرار ان انت بتسيب هذه الدولة وراح يعيش دولة اخرى وارجع مصر انا بقول لك ارجع بلدك اولى بيك احسن انه بتصعب مع نظام ارهابي احنا عارفين ان انت بتدعم وكل الكلام ده وارجل انا بوجه لك رسالة في حق هذا الشهر الفضيل وبكلم كل المصريين اللي في هذه القناة وفي هذه القناة تحديدا ان يستقيلوا فورا من قناة الجزيرة وقنوات الرياضية بتاعت وشبكة الجزيرة بالكامل بدعوا كل المصريين زي ما شقانا في السعودية في الامارات خدوا هذه القرارات انتو كمان عليكم ان تأخذوا هذه القرارات اذا كنتوا فعلا بتتكلموا على ان انتو مصريين بعني الكلام مرة تانية امر الاخر اتحاد كرة القدم في مصر ارجو المهندس هاني ابو ريدة ان يتخذ قرارا بعدم ازاعت او بس او ظهور اي من الرياضيين المصريين لا اعلامي ولا صحفي ولا مزيع ولا رياضي ولا رئيسي ولا اي حد يظهر عبر هذه القناة ولا مباريات مصر لا دولية ولا اندية وانا بطالب الاهلي والزمالك وكل الاندية المصرية انها تتخذ قرارات الان بوقف ظهور او ازاعة كل مباريات مصر عبر هذه القناة لانه لابد احنا نتعامل مع دولة ارهابية كل الدول كل الاندية بالكامل مسشارة مرتضى منصور مهندس محمود طاهر مهندس فرج عامر كل المسئولين رئيس تحدي الكورة خدوا خرارات النهاردة عاجلة بمنع اذاعة ايا كان ان احنا بنتعامل مع اعداء ماينفعش النهاردة اروح اتفرج على مطش الاهلي مرة تانية ولا الزمالك ولا ولا على هذه القنوات يبقى احنا مش هنطلع هذه القنوات ناخد القرارات دي سريعا جدا نتحرك لمحاصلة ايضا هذا النظام اعلاميا مش سياسي بس اعلامي ويتم هذا الامر النهاردة من خلال الجهات المعنية